الكالبروتكتين الكالبروتكتين هو عبارة عن بروتين مرتبط بالكالسيوم والزينك يفرز من خلايا النايتروفيل وهي أحد أنواع كريات الدم البيضاء المسؤولة عن مواجهات العدوى البكتيرية أو الطفيلية في الجسم عند حدوث عدوى أو التهاب في الجهاز الهضمي فإن النايتروفيل تهاجر بكميات كبيرة نحو موضع الالتهاب وتفرز كميات كبيرة من الكالبروتكتين مما يؤدي إلى زيادة كميته في البراز إذن وجود الكالبروتكتين بكميات أعلى من معدلها الطبيعي في البراز هو مؤشر قوي على وجود التهابات في الجهاز الهضمي عند وجود إسهال دموي حاد أو مائي وجود آلام أو تقلصات في البطن وجود نزيف في المستقيم فقدان الوزن وجود عمى غير معلومة السبب كذلك الطبيب قد يطلب اختبار الكالبروتكتين للتمييز بين اضطرابات الأمعاء الالتهابية مثل الالتهاب القنون التقرحي وداء كراون والضرابات الأمعاء غير الالتهابية مثل القنون العصبي حيث ترتفع النسبة في حالة الالتهابات المرضية وتكون طبيعية في الحالة الغير الالتهابية يتم إجراء فحص الكالبروتكتين في البراز عن طريق تجميع عينة من البراز في وعاء نظيف خالي من التلوث بالبول أو الماء أو الدم ولا توجد أي اشتراطات معينة من حيث وقت التجميع أو حجم العينة يتراوح المعدلة الطبيعية للكالبروتكتين من 10 إلى 50 ميكرو جرام لكل ميلي جرام وقد ترتفع النسبة قليلا في بعض البلدان النامية اللي يعاني سكانها من سوء في الصرف الصحي القيمة من 50 إلى 200 ميكرو جرام لكل ميلي جرام لا تعطي دلالة أكيدة على وجود التهابات وفي هذه الحالة يتم إعادة الفحص مرة أخرى بعد عدة أسابيع للتحقق من النتيجة في حال ارتفعت قيمة الكالبروتكتين عن 200 ميكرو جرام لكل ميلي جرام هذا يعطي دلالة إيجابية على وجود التهابات في الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء التقرحي أو داكرونز كما قلت سابقاً وجود ارتفاع في نسبة الكالبروتكتين في البراز هو مؤشر إيجابي على وجود التهاب في الجهاز الهضمي لكنه لا يبين الأسباب أو مكان الالتهاب وغالباً ما يرتبط ارتفاع قيمة الكالبروتكتين عن 500 ميكرو جرام لكل ميلي جرام على وجود التهابات في الأمعاء أو الالتهابات الغذائية أيضاً الكالبروتكتين قد يرتفع في حالات أخرى مثل استخدام بعض الأدوية غير الاسترويدية المضادة للالتهاب أيضاً ارتفاع نسبة الكالبروتكتين يرتبط بالعدوى البكتيرية والعدوى الطفيلية وفي حالات سرطان القلون والمستقيم في حال أن نسبة الكالبروتكتين طبيعية مع وجود أعراض أو علامات للاضطرابات في الجهاز الهضمي فغالباً ما يكون هذا بسبب اضطراب الأمعاء غير الالتهابي مثل القلون العصمي نعم توجد اختبارات معملية في الدم لتحديد الالتهابات مثل سرعة الترسيب ESR وCRB لكن هذه الفحوصات لا تعطي دلالة أكيدة على وجود التهابات في الجهاز الهضمي مثل فحص الكالبروتكتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر